طيب دعني في البداية أكمل ما تفضل به الدكتور أنه زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وطريقة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الجزائري سبقها طريقة استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للرئيس السيسي أثناء القمة العربية التي شهدت تميزا هذا يأتي هذا في البداية بعد كانت تصريحات للرئيس الجزائري حول فتح معبر رفح وهذه الأمور بعض الناس حاولوا أن يصطادوا في الماء العكر بأن هناك توتر بين العلاقات هذه الزيارة تفند هذه الادعاءات وتؤكد على قوة العلاقة السياسية والاقتصادية ودبلوماسية بين البلدين مصر والجزائر وخاصة على المستوى الشخصي كما قال الدكتور بين رئيسين سيسي وتبون هناك علاقة أخوة تمتد منذ مصورة تحريفية هذه بين البلدين هذا الأمر الأول الأمر الثاني بطبيعة الحال موقع مصر مصر أولا بطبيعة الحال وموقعها خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو سودان أو ليبيا هذا على رأس أولوياتها يعني شيئنا أم أبينا يعني هذه الأمور الجيد في الأمر وخاصة مع تولي رئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقلت هذا في برنامج خباية الدولية أن من أهم نتائج أو إيجابيات الرئيس الجزائري هو استعادة مكانة الجزائر على المكان الدولي أو على صحيح الدولي وبالتالي نرى أن كثير ليست فقط مصر بل كور كبرى الدول العالمية في العالم تستدعي الرئيس الجزائري في العديد من المحافل الدولية للنقاش حول أهم الملفات الإقليمية والعالمية عندما نتحدث عن ملفات تتعلق بغزة وفلسطين والجزائر تمارس دورا قويا في مجلس الأمن والأمم المتحدة بطبيعة الحال أن يكون هناك تشاور في هذا الأمر الملفات في سودان الملفات في ليبيا البلد المجاور لكل البلدين كل هذه الملفات الدولية بطبيعة الحال من البديهي والطبيعي أن يكون هناك لقاءات مستمرة وتوافق وتباحث ما بين رئيسين المصر والجزائري ترجمة نانسي قنقر